السلام عليكم ومرحبا بالجميع نتمنى تكونوا في احسن الاحوال فيديو اليوم من اقتراحاتكم تشمل وصفات الواجبات للغضاء او للعشاء لأسبوع كامل اقتصادية سريعة وابنينا غنعملوا فيها تشكينة متنوعة ومتوازنة ندخلوا فيها السمك الدجاج اللحوم الخضر معكم شافنا ديا تنجد الترحيب بالجميع دعمونا بلايكاتكم وتعليقاتكم ومرحبا باي اقتراح او للسفسار لما مشتركينش حاولوا تشتركوا بالضغط على الزر الاحمر اسفل الفيديو وتفعيل رمز الجرس ونبدو على بركتي الله اول وصفة غدي نحضر معكم غراتان الشيفلور والخضر بدون اللحوم سنختاروا واحدة من الشيفلور اللي تكون قابطة فرصة باش تكون طرية فتنزولوا له هاد القطعة كيف ما تلاحظوا معايا الحجم ديلها رحمة في وسط هاد القطعة هيدة ستكون ماسكا لنا الزهرة ديل القرنبيض فتنفقوهم بكل سهولة كيف ما تلاحظوا معايا لا بان تكون شي ضريبة ممكن تحيدو بالسكين او لا بالحكاكة سننقعوهم في ماء اللي تنوضعو فيه محلقة كبيرة من الخل باش نعقموهم زيان سنخليوهم من مدة دي خمسة دقائق من بعد تنشطفوهم جيدا بالماء بعد تنشطف ديرهم بالماء الجيد سنسلقوهم في طنجرة اللي تكون فيها الماء وباش ما تجيناش ذيك الريحة قوية دي الشيفلور فغالي نضيفو عصر دي الليمون حامض وشريحة من الليمون وكذلك فص من التوم بهالطريقة تنتخل التوم من هذيك الغازات وكذلك ذيك الريحة تتكون قوية ديالو تنخليوهم لمدة دي العشرين دقيقة في حين قطعت وحد الحبة دي البصل الحجم ديال المتوسط وبمقلات اللي سننوضع فيها من ثلاثة احسر ربعات معها الكبار من السيد تنشحروا الحبة ديال البصلة وغالي نضيفو عليها كذلك ثلاثة الفصوص من التوم الليمكن لينا نهرسوهم او لا نحكوهم بالحكاكة او لا نفرموهم بالسكين كيف ما بغيتو كيف ما تتلاحظوا معايا وصفات اللي غالي نعطيكم اليوم هي اقتراحات رائعة عملية وكذلك مغدية ومشبعة في نفس الوقت وش حاجة مغايرة لما لا نعملو هاد الافكار دائما نتبنوها نعملو وصفات بحلوك النوع في الموائد ديالنا على طول السمانة فهنا عندي ثلاثة حبات من الفلفل الوان كيف ما تتلاحظوا معايا نقطعهم المكعبات الصغيرة حتى هم سنقلوهم في حين غادي نمر باش نقطع حبة ديالدنجال او لا البدنجان اللي غادي نقطع كذلك المكعبات صغيرة غادي نحاول نعطيهم تقريبا نفس الحجم باش يستويوا لنا تقريبا في نفس الوقت فمكونات بالنسبة للخضر ما نتقيلوش بالنوع يدي الخضر اللي استعملت تحاولو دائما تستعملو الخضر الموسمية اللي توفرتو عليها فكيف ما ستلاحظوا معايا دائما المقلات على نار متوسطة غادي نضيف لها الدنجال ومرة مرة سنحركو وهنا عندي حبة من الطماطم الحجم ديالها كبير غادي نقطع كذلك جوج حبات من الطماطم عفوان قطعهم المكعبات صغيرة ضفتهم لبقية المكونات وتنوضعوا التوابل للملحة شطة حسب الرغبة الكمية اولي ممكن لكم تستغنوا عليها الكمون والفلفل الاسود اللي هو البزار ودائما على النار متوسطة غادي نقليو كل هذي المكونات حتي يدبلو تماما ومرة مرة تنبقوا نحركوهم بعد ما سلقنا الشيف لور لمدة دي العشرين دقيقة فاصفيناها من هذا كل ما من بعد تنضيفوا عليه تيفتر يعني تيفقد من الحرارة ديالهم تيبقى سخون بساف تنضيفوا عليه واحد الربعة الحبات من البيض وثلاثة لمعه الكبار من دقيق الكمون الشطة الملحة والتماء كذلك اللي سلقنا مع آآ الشيف لور حتى هي تنضيفوها في هاد المرحلة الى ما بغيتو تضيفو ديك التوم اللي ضفنا مع الشيف لور في الاول فممكن تضيفو واحد شوية من التوم مجفف وانطحنو الكل جيدا بسين هي اللي الحجم ديالها متوسط ويمكن لنا ندخلوها للفرن فغندهنوها بشوية دي الزيت او لا آآ كذلك شوية دي الزبدة اللي يبغيتو فهد آآ الدهن اللي تندهنو تتخلي القراتين ديالنا يجي محمى حتى هو من الاسفل تنصبو الخالط ديال الشيف لور اللي تحنى مع البيض كطبقة اولية كيف ما تتلاحظو معايا وتنمدوه بشكل جيد نحاولو نوزعوه بشكل جيد من بعد تنوضعو الخضر اللي عندنا كيف ما قد لكم دائما ما تنتقيدوش بالنوعية ديال الخضر اللي استعملنا اللي عندكم استعملوه كذلك الى كانت يعجبكم شي نوع اعلانو اخر في ممكن لكم تكتروا منو سنحاول انوزع هاد الخضر بشكل تساوي بارقة سهلة وبسيطة وفي هاد الاثناء الفرن مشاعد من الاسفل والاعلى على الدرجة ديال مية وثمانين سنضيفو طبقة من الجبن الكمية حسب الرغبة وندخلو هي طيب المدة ديال خمسين دقيقة طبق ما شاء الله رائع مغدي اقتصادي بدون لحم والاهم انه بنين ومشبع بصحتكم ونمرو للوصفة التالية هاد الوصفة غاد نحتاجو الكل من التومة والتوابل وبقى صغيرة من البقدونس والقزبرة اللي غادر ندعوهم كاملين في مخدرة طعام الوصفة الان هي طبق من السمك الابيض بشرمولة مميزة وبنكها مغيرة فعملت اهنا خمسة فوصص من التوم وباقها من البقدونس القزبرة في حجم القبضة اللي تكون صغيرة ضفت للملحة الكمون سكين جبير لبزار مسحوق حبوب القزبرة وكذلك القركم ومعالقة كبيرة من خالات البابريكا الحلوة والحارة او اللي يمكن لكم تعملوا شوية الهريسة تدفوا شوية الهريسة او اللشطة السودانية اللي عندكم ضفت عصر نصف حبة ليمون حامض حوالي 4 من حالك كبار والزعفران طبيعي اللي غادي ميز لنا الوصفة ديال اليوم ضفت كذلك زيت زيتون وغادي نطحنوا الكل ونخلطوهم مزيان هادي هي الشرمولة ديالنا الشرمولة اللي هي مميزة ورائعة لاحظوا معي ما شاء الله الرائحة ما نقول لكمش حاجة لغزالة وعندي هنا واحد الحبة ديال السمك الحجم ديالها متوسط اللي زولت لها الشوك ديالها الراس سلسول ديل ديالها خليت فيها غرضوك شرائح هابرات فهنا غادي الشرمولة ديالنا نقسمها على ثلاثة تولوت غادي نشرملو بيها القطع ديال السمك فهد الشرمولة وهد الوصفة راه هطلق كذلك للسردين او للأسمك لكل حجم ديالها صغير تنخليوهم جانبا يتشبعوا بهديك التسبيل في حين تناخدوا الزيتون اللي تناخدوا تولوت كمي دي الشرمولة اللي عندنا وتنشرملوهم زيان. تولوت المتبقي فهنتم غادي تشوفوا معي اشي هدي نعمل فيه هات السلسلة هي السلسلة اللي عملت معكم الخاصة بمعجانة والبيزا ممكن تراجعوا للفيديو ديال الوصفة السلسلة اللي جد رائعة فغادي نضيفها كذلك اه ضفت عليها واحد شوية ديال الما ولاحظوا معي ما شاء الله هات السلسلة تجي متبلا ورائعة ممكن تحضروا الوصفة ديالكم اللي باتدخلوها للفران ممكن تعملوها في سنية الفرن يلا باتعملوها في الطاجين ممكن تعملوها في الطاجين كيف ما يمكن لكم تعملوها في مقلة كنا تنتوفروا على المقلات نعملوها في مقلة ومن بعد نغطيو عليها ونخليهو تطبيع على خاطرها اعمل الطبقة اللولة من بطاطة شرائح ديال البطاطة وعملت شوية ديالجازر اللي مقطعها في شرائح دائرية وكذلك شرائح من الطماطم وتنوضعوا آآ السمك قطع السمك كيف ما تتلاحظوا معي دائما تنأكد على آآ تقدموا الاطباق ديالكم من اللول مزيانة فا كنا غادي نقدموها فانا غادي نقدمها في نفس المقلات نحاول نعطيها الشكل الجمال ديالها من الاول من بعد تنوضع الزيتون اللي احنا شرملناها بايدينا كيف ما تتلاحظوا معايا والشرمو اللي تبقات اللي نوضفنا فيها السلسة ديال الطماطم اللاحظوا معايا تنحاولو نوضعوها فوق كل مكونات طبقنا هذا فهو طبق الديد ومميز وبنكها جد غزالة اشي حاجة اللي يعني الى عملتها في البيوت ديالكم اكيد غتعتمدوا هدي دائما وزعت هذيك الشرمولة اللي فيها مطيشة ومن بعد تنوضعو الشرائح الليمون الحامض ما سنضيفوش اه الماء لانا عندنا الخضراء اللي غادي تطلقوا المادي لها والسمك ضغيات هي طيب تسدو عليها ونخلوها تطبع على خاطرها على النار مهينة ستأخذ معنا ربعين حتى خمسة واربعين دقيقة فطبق اللي هو مميز وتيستهلكون على الموائد ديالكم طبق رائع بنكهة الزعفران فبصحة وراحة وانتقلوا لطبق الموالي اللي هو الطاجين بالخضر واللحم المفروم الكفتة طبق مغدي مشبع مميز شي حاجة لغزالة وتقديم كذلك مختلف ومغير فحاجتنا نجوش مع الكبار من البقدونس المفروم تنفرمو المعدنوس ديالنا على هاد مشكل ونحضرو التتبيلة بإناء كبير تنضيفو البهارات او التوابيل اللي فيها كل من البزار الكمون توم المجفف سكين جبير الملحة الكركم القزبر حبوب وشوية ديالتحميرة اللي هي البابريكا واللي بغي الشطة الحار ممكن كذلك تنضيفو الجمعة الكبار من سلسلة الطماطم الخاصة بمعجنة والبيتزا غني ونضع لكم الرابط بالاسفل ديال الفيديو آآ عملتها معاكم تجي غزالة بزاف وثلاثة لمعه الكبار من زيت نباتية ممكن تستعملو زيت الزيتون ونخلطو الكل لما توفرتوش على سلسلة الطماطم او لما حضرتوهاش بالبيت ممكن تعودوها بمركز طماطم فهنا عندي الكفتاء السمية غرام من لحم المفروم تنضيفو عليها جوج معاك كبار من هاد الشرمولة اللي حضرنا مع بعدياتنا وغادي نخلطو الكفتاء بشكل جيد في حين بالنسبة للشرمولة المتبقية فغادي نضيف عليها شوية ديال الماء باش تجينا شوية خفيفة كيف ما تتلاحضوا معايا بالنسبة للمكونات فغادي توجد انو وضع لكم الرابط ديال المكونات ديال كل هاد الوصفات ان شاء الله باسفل الفيديو ونخلطو جيدا حسن ندمجو كل هاد المكونات ونتبلو جيدا اللحم المفروم تناخدو قطع من الكفتاء وتنشكلها على شكل اقراس بقطر خمس سنتيمترات الى سبع سنتيمترات تقريبا الحجم حسب الرغبة حسب الخضر اللي انتم ما غادي تقطعوها بشكل الدائري فيما بعد يعني بينهم يكونوا متقاربين في القياس ديالهم بانية الطاجين فغادي نحاول نقلي اولا البصلة اللي غادي نحاول نقطعها المكعبات الصغيرة فهذه الاثناء الطاجين رهتي سخن تنضيفه واحد ربعة مع كبار تقريبا حتى الستات مع كبار من الزيت تنقلو فيهم البصلة وتنضيفه شوية من هاديك الشرمولة اللي حللناها في الماء لاحظوا معايا تتعتنا واحد النكاة رائعة وسناخدو الخضر الموسمية اللي تففرنا عليها سنحاول نقطعوها للشرائح كيف ما تتلاحظوا معايا رقيقة رقيقة فهذا التنويع ديال الخضر في الاطباق ديالنا فهو شكل يعني شي حاجة اللي الطب وغزالة للصحة ديالنا ولولداتنا كذلك سنعودهم على الاكل ديال الخضراء وبالنسبة للبطاطا فنحاول نقطعوها للشرائح تكون رقيقة باش ما تتاخدش معانا لوقت الكتير اطباق اللي اعطيتكم اليوم فهما اطباق اللي ساهلين في الاعداد ديالهم مغديين في نفس الوقت عمليين ما سيتطلبوش منهم جهود اللي هو كتير فتنفكر في راسي قبل ما نفكر يعني المرأة العاملة اللي يكون في العون فحط راسي في بلاسكم فتانا تنخدم برا وتنجيل الدار وتنطيب كذلك فهزلكم للهم فتنفكرت انا فراسي يعني عارفة المجهود اللي تتعملوه لهذا دائما سنحاول نسهل عليكم الاطباق ونعطيكم افكار اللي هي جديدة وسهلة اللي تربحوا بها الوقت وتصوي واحد شوية الوقت للراحة ديالكم فكما حاسب المزود غير اللي مخبط بي يعني لك انت خدمة في برا وخدمة في الدار رلاحس العوان ويكون عندك الوليدات فلهذا دائما فالادارة ديال الوقت جد مهمة ووصفاتنا يكونوا عمليين يكونوا مضبوطين نعطيوا الحق لكل حاجة كان الوصفات اللي تطلبوا واحد المجهود واحد الوقت اللي هو كتير دائما نحاول نسهلها عليكم فإلا كان عندكم مثلا شي اقتراحات او لا شي تساؤلات فمرحبا لك تبغين وصفات اللي دائما نحاول نبسطها لكم ونعطيها لكم بطريقة اللي هي سهلة وتكون يعني واجيزة لما تاخدش معكم الوقت في المطبخ حاولوا تكتبوا ليه في التعليقات ان شاء الله الوصفات نحاولوا نبسطوهم ما يبقوش معقدين وصفات اللي دي الاجداد ديالنا ولكن نحاولوا نعملوهم نشوفوا نعملوهم بشي طريقة لي عامل يو براتيك وسهلة هنا في الإناء ديال التاجين فحاولت نوضع هذو الشرائح ديال الخضر يكونوا آآ مخالفين وحدة حدة وحدة وقطعة ديال الكفصة وضفت واحد القرن ديال الفلفل بعد ما ضفت هذيك الشرمولة وتنخلو التاجين ديالنا يطيب على المهل دياله وهذه النتيجة ما تنضيفوش ليه الماء أبدا لان الخضرات تطلق المدية لها ودائما في التقديم تنضيفوه حد اخوية المزيد البلدية او العزيد الارغة وشوية ديال البقدونس وسنقدمو لكم بصحة والراحة وللوصفة الموالية فغادي نحتاجوا لكل من العدس اللي غادي نضيفوه على الروز وغادي نغسلوهم زيان سنحصلوه على الماء اللخر صافي تماما وساطة آلة مهلة كاملة ونيكمولات الكمية العدس اللي استعملت مائة ورحمة الصاتف تقريبا ديالكاس دياللعنبه وبالنسبا للروز مئتيين ديالالروز للتولود الكاس ديالالعنبه سنغسلوه مزين كيف ما قلت لكم اما بالنسبة للعدس نكونوا ناقعينه بواحد ساعة حتى ساعة ونس كاملة باش الحبات دي والعدس اثناء الطياب ديالها ما تتحلش معانا تتبقى اشد فرصها اما بالنسبة للحبات ديال الروز باش ميتعجنوش فغادي نقول لكم السر فيما بعد بطنجرة تنوضعوا ما بين ربعة حتى الزستة معها الكبار من الزيت وتنشحروا الفلفلة البصلة والجزر اللي مقطعهم المكعبات الصغيرة تنضيف عليهم خمسة الفصوص من التوم المهروسة وغادي نشحرهم المدة ديالربعة حتى الخمسة ديالدقائق على النار متوسطة فدائما نحاول نعطيكم وصفات اللي يكونوا عمليين ما تتطلبوش مجهود او لوقت كتير وفي نفس الوقت يكونوا مغديين ومشبعين واقتصاديين ويكونوا بنان يعني ربعة ديال المكونات السحرية تكون كاملة موجودة في الوصفة اللي نقدم لكم ضفت قطع من صدر الدجاج تقريبا لخيزي الربعمية غرام بس نتقيدوش بالكمية ديالصدر ديالدجاج الحال نقدروا نعملوا قطع من دجاج لنقطعها صغيرة باش تاخد لنا في نفس المدة ديال الطهو يعني نحاولو اذا كان عدنا جني حاد ديالدجاج ولهذا ممكن نعملو مفضل وصفة ضفت كل من العدس مع روز وغادي نشحرهم بعد ما ضفت لهم التوابيل كل من الزعطرة اللي هي الأوريغانو سكين جبير الملحة واللبزة والكوركم نقليوهم من مدة ديالجاج دقائق هذا هو السر بالنسبة لحبات ديال الروز باش ما يتفكوش لنا ضروري ما نقليوهم ضفت حبات ديال الطماطم لكل حجم ديالها كبير مقطعها المكعبات الصغيرة بعد ما قلينا كل المكونات كيف ما قلت لكم لانا الطماطم تطلق الماء لهذا تنقليو هذك الروز مع بقية المكونات هي لا تنضيفو ماطيشا من بعد تنضيفو ما بين 500 حتى 600 مللتر من الماء ونخليوه على نار مجهده المدة ديال 10 دقيق من بعد على نار مهيلة المدة دي 15 دقيقة وهو مغطي الري يخوه المدة دي 5 دقيق والمقد مطفيء تماما من بعد تنزينو بشوية ديال البقدونس وتنضيفو عليه واحد العسرة دي الليمون حامض الحامض حسب الرغبة اللي بغضيفو اضيفو لما ما يسوش ممكن تستغنو عليه وهذا الطبق ره مغدي سهل ضغياء تيوجد طبق ديال البرد شي حاجة للطبق مغايرة وغزالة مغدية لنا ولوليداتنا اه اطباق اللي هما ساهلين اقتصاديين في ضل غلاء الاسعار فدائما غا نحاول نعطيكم وصفات اقتصادية وكذلك ما تتطلبوش من الوقت الكتير او لا نبقوا نطحن في ذيك البوطة او لا القاز او لا الضو فدائما نحاول نفكر لكم في اطباق اللي هما ساهلين ماهلين بساط سراع عمليين مغديين مشبعين في نفس الوقت اما بالنسبة للطبق الموالي فغادي نحتاجوا فيه لصدر الدجاج اللي غادي نحاول نقطعوا كيف ما ستلاحظوا معايا غادي نشرحوا الشرائح بحال هاتشكل ولكن بلا ما نوصلوا للاسفل وما بين كل ادق الشرخ اللي عملنا والشرخ الاخر تنحسبوا تقريبا القياس دي الواحد جوز سنتيمترات عندما لاحظوا معايا وغادي نوضعوهم في الصينية اللي غادي ندخلوها للفران مباشرة يعني بلا ما نقلوا وبلا ما نعملوا شي حاجة في نفس الانية غادي نشرملو وغادي نطيبو فغنتبلو بالملحة والتوم المجفف لبزار شطة شوية دي السودانية اللي توفرتو عليها شوية الباقدون سالمفروم التوابل دي الكاري وشوية من زيت الزيتون التوابل دي الكاري ستقوني رتا تعطينا واحد نكهة جد مميزة يعني واخد تاخدوا غيش حاجة قليلة را غيش شوية تعطيكم نكهة للطبق ديلكم تيجي لديد زيت تعطيوا احد المداق اللي هو رائع جدا تنصحكم اخودوا الكاري ولكن شو غادي تعملوا شوفوا هي الباستا مثلا بسيطة ما فاتش حاجة اولا الروز مثلا بيترفقوه لطبق ديلكم حاولوا تعملوا لغير الكاري مثلا شوية دي التومة شوية دي زيت شوية الملحة را هتيجي شي حاجة او غزالة ورائعة ودائما انا معاكم كيف مكتبكم في الاسعار دائما غادي نعطيكم هاد الحيال وهاد لزاستيس لقدروا تستفدوا بها وتنظيف واحد العسرة دي الليمون الحمد بالنسبة للخضر خضر اللي هي اه مناسبة لكم نجيب ديالكم والخضر اللي تكون موسمية قدما كنا تناخدوا خضر اللي تتكون موسمية تتكون موجودة في السوق وتتكون الاتمان ديالها مناسبة كذلك فلاحظوا معايا عملت هنا القرعة الفلفلة البصلة وما طيشة يعني مكونات لهم مبساط بساك مقطعهم الشرائح وفوذك الشرخ اللي عملنا فوذك صدر دي الجيش بعد ما تبلتهم وغادي نضيفوا عليهم هاد القطع ما تنتبلوش ابات الخضر لانها تتشربتك التسبيل للموجودة في ذاك الجيش وفي هاد الاتناء اراها الفرن مشتعل من الاسهل الاعلى على الدرجة ديال مية وتمانين ما تعملوش الماء لان هاد الخضر غادي تتلق لنا هاداك الماء وممكن بهذاك الماء اللي تتلق لنا الخضر ممكن نحضره به الروز ديالنا الى كنا غادي نحضره الروز عندما لاحظوا معايا من بعد تنظيف شرائح من الجبن والشرائح دي الجبن اختيارية فضبتم هنا غاية على حساب الوليدات على فكرة الاطباق اللي يمكن لكم تختازلو يعني في وسط السمانة نحضره جو اطباق ولا تلاتة غادي نستعملو الفرن عادي نستعملو ثلاثات المرات في سمانة او لجوج مرة في سمانة عندنا تلاجة ديالنا ويقدروا مثلا اللي يبقوا يعني صالحين علشان لا ممكن نحضر الطبق ديال اليوم والطبق ديال اللي غدت ليه مثلا ولكن غادي نطيبو غير نص طيبة مثلا او لما نضيفش ليه الجبن او لما نضيفش ليه البشاميل او للكريم او لشي حاجة نطيبوه نص طيبة هاحنا ربحنا الوقت ديال الفران وكذلك الوقت اللي نبقوا وقفين فيه في الكوزينين نحضره اطباق في نفس الوقت نوضعوهم في الثلاجة بعد ما يبردو نوضعوهم في الثلاجة والوقت اللي نبقوا هم غادي نحتاجوهم يعني غير نسخنهم او لنطيبوهم نص طيبة اللي يبقات ليه مصافي هاتو ما بعد ما تقرأ سالينا هذك اه دجاج وطاب تماما لمدة دي الربعين حتى خمسة وربعين دقيقة هذي هي النتيجة اشحاجة الغزالة والطبق واما بالنسبة للطبق الموالي اللي هو تتلاحظو معايا غادي نحتاجو فيه صدر الدجاج ما عدناش الروبو ما عدناش طحانة ما بايناش تستعملوها بالسكين تنقطعو صدر الدجاج القطع صغيرة ويكون سكين كبير ونبدو نفرمو كيفما تتلاحظو معايا سنحصلو على كفتاء ديال الدجاج كيفما غايت تلاحظو معايا فاعلة تركب حلا جيبينها من عند القزار تنظيفو هذيك الكفتاء اللي تنظيفو عليها البصلة المفرومة وعندي البقدونس تومة وشوي ديال النعنع النعنع تعطينا نكهة مميزة اعطيتكم تشكيلة من الطبق اليوم اللي غادي تنفعكم اكيد وهنا عندي واحد تشكيلة من التوابل اللي فيها غير ملحة والكركم اللي هو الخركم الكمون والبزار وسنضيف عليهم ثلاثين ميلي لتر من الحليب وشوية ديال جبن المبشور شوية منزيد الزيتون وغادي نخلطهم مزيان عندنا البطاطا مسلوقة مزولة لالقشرة ديالها وتتكون دافية تنبضى ان معك فيها مزيان التوابل تناخدوا التوابل اللي تبقات لنا وتنضيفوها لهذا البطاطا تنضيف عليها شوية ديال الحليب تلاتين ميلي لتر قريبا لجبن المبشور التومة النعنع وشوية ديالربيع اللي تبقى لنا وتنخلطو مزيان تتبلد تعطينا ديك البطاطا تتبلد تعطينا الطوع قدما تدلقناها قدما تدجينا مزيانة فالان يلا غادي ندخلو الصينيلا غادي ندخلو الفران غادي نقدموه فيها بنفس الوقت في القاعدة ديالها وضعت شوية من صلصة الطماطم خاصة بمعجنات والبيزا سبق وحضرتها معكم يعني ممكن تحضروها بالبيوت ديالكم بكل سهولة راها ما شيش حاجة لي هي يعني معقدة راها دغية تتوجد وكذلك اه الوقت تكون ماطيشة موجودة حاولوا تحضروها بالبيوت ديالكم وتتحاولوا تخزنوها في البيوت ديالكم عملت 12 قطعة او الى 12 قورة من هديك البطاطيس اللي تبلت ومعكسها مزيان هنا مشي كاس او اللي شي زليفة صغيرة تندهنوها بشوية ديت الزيت وتاني بدون نضغطوه هي شوية من بعد بهديك المعلقة كيف ما تتلاحظوا مشي معايلقة تاس بدون تضغطو وتتعملو حفرة لانه يلا ضغطنا بالكاس بزاف سيبدو تشقو لنا هد القورة ديال البطاطيس سنعملوهم على شكل عشيشات كيف ما تتلاحظوا معايا لاحظوا بشكل ديالهم تيجي شي حاجة لغزالة وخاصة لولدتنا لابغاوا يياكلوا معانا مثلا هد تانعملوا ليهم دائما طاجين طاجين تيطلع عليهم فراس فنحاولوا ننوعوا ليهم ونعملوا ليهم هاد الاطبق بحلقة اكيد غادي يياكلوا معانا يعني اكيد ما غاديش يمشيوا لنا يقولك بغينا الصوندويتش ولا بغينا هادي قليلين هادي وانتي يمشيوا وانتي هربوا لالقليين بزاف او لالصوندويتش ديال الزنقة حاولوا تنوعوا ليهم حاولوا يياكلوا ماكلة ديال ايديكم ماكلة التي تكون نقية ومفيدة في نفس الوقت وتتكونوا عاكم ولدتكم اشي يياكلوا قسمت كذلك الكفتة ديال الجاج الاثناشر قطع عملتم كورات ووضعتم في كل عشيشة ديال البطاطا كما تتلاحظوا معايا ماتيشة او للسلسة ديال الطماطم سنوضع واحد شوية فوق كل كورة من هاد ديال الكفتة كما تتلاحظوا معايا ومن بعد هاد ندخلهم للفرن اللي ساخن مسبقا على الدرجة ديال 200 مدة ديال 20 دقيقة وسنضيفوا عليهم شوية ديال الجبن فقط فوق هادك القطع ديال الكفتة هاتوا ملاحظوا معايا تيجونا عشيشات رائعين سندخل لهم التقرات هنا المدة دي خمسة دقيقة وما واجدين ما تنسوناش باللايكات ديالكم كذلك اللي ما مشتاركش يحاولي اشترك ولي ما عندوش الوقت اه خزنوا الفيديو ومرة اخرى رجعوا لي غادي تصيبوه عندكم في القائمة ديال التخزين ديال فيديوهات ممكن ترجعوا ليهم اكيد لغادي هاد الوصفات غادي ينفعوكم ودائما معاكم اختكم الشفنة ديالي تقالت عليكم خفافة عليا لكان عندكم اكتراح اولا شي يجي تساؤل الوصفة لينبسطوها لكم وتربحوا في هالوقت مرحبا كتبوا لي في التعليقات وانا معكم دائما بصحة والراحة دمتم لنا اوفياء والسلام عليكم اشتركوا في القناة